موسيقى من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزة شفاء المفلوج طبعا كل سلسلة الدراسة هي يسوع في كفر نحوم شفنا أهميتها لاختارها سكن المسيح في بيت بطرس يعني هاي الكنيسة وين مبنية فوق مكان بيت بطرس المجمع خلفي وطبعا بتشوفوا أثرات بيوت كلها منهدمة لها مكان استراتيجي لأنه على البحر تعتبر أكبر المدن مدينة تجارية اقتصادية وأيضا كان يعني فيها عدد سكان وقريبة من الطريق الرئيسي القديم اللي كان بمر منها الناس حدثت معجزات كثيرة في هذا المكان ولكن المعجزة اللي راح أتكلم عنها معجزة متميزة جدا البلدة كلها مليانة الشوارع مزدحمة في كل مكان فجاءوا أربعة رجال حاملين شخص عاجز مشلول وكان يعني استحالة الدخول إلى البيت حيث كان يسوع المسيح والأربعة كان عندهم محبة لهذا الشخص ولكن الأهم كان عندهم إيمان بقدرة الرب يسوع المسيح كان عندهم حكمة وكان يعني مثابرين ثابروا في الموضوع ما يقصوا رغم وجود الناس المزدحمة حول يسوع المسيح فصعدوا إلى البيت من فوق إلى الصقف وابتدأوا ينقبوا الصقف وأنزلوا المريض حيث يسوع كان موجود فتخيل معي الحادثة كلها والمثابرة وأنه كان عندهم يعني الزام أنه لازم يصلوا إلى يسوع المسيح فعندما رأى يسوع يعني مكتوب رأى يسوع إيمانهم لقد كافى هذا الإيمان وعندما دلوا المفلوج أمام يسوع المسيح كان في رجال متدينين جلسين بيتفرجوا على الحدث فقال المسيح شيء طبعا صادم وغريب بالنسبة للناس في تلك المنطقة قال له يا بني مغفورة لك خطيات طبعا قامت ضجة لكن ما كان عندهم الجرأة يتكلموا بشكل علني ابتدأوا يتكلموا بين أنفسهم عرف يسوع فكرهم لأنهم قالوا إنه يجدف من هذا إنه يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده عرف يسوع أفكارهم لأنه هو العالم بكل شيء فوجه الحديث وقال أيما أيصر أن يقال لهذا طبعا بيتكلم عن المفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا لك أقول قم احمل سريرك وامشي فقام في الحال أمام الجميع المسيح اللي بيعجبني فيه إنه ما بيتكلم مجرد كلام يتكلم عن الغفران والدليل والبرهان أنه فعلا أقام هذا المشلول من الفالج وكان شفاءه أمام الجميع إذ حمل الشيء اللي كان محمول عليه كانت معجزة واضحة جدا ولكن أراد أن يعالج المشكلة الرئيسية السبب اللي هي كانت الخطيئة في مرض هذا الإنسان قالوا إنه يجدف لقد برهن أنه يقدر أن يغفر الخطايا منشوف شخصية المسيح والعالم بكل شيء رأى إيمان الأربعة وإيمان المريض ورأى يعني علم أفكار المتدينين اللي كانوا بيتكلموا بين أنفسهم وهو القادر على كل شيء اللي أظهر سلطان فائق من خلال كلمة نطق بيها يعني أمر فكان نطق الكلمة فشفية بالكامل أمام الجميع وأيضا منشوف أنه الخالق اللي استطاع أن يخلق يعني جسد جديد لهذا المفلوج وأنه الغافر غافر الخطايا وهذه الصفات هي صفات الله أحبائي فإذن لقد برهن أنه القادر أن يغفر الخطايا في حادثة أخرى كان المسيح موجود في بيت فريسي ودخلت امرأة خاطئة وابتدأت تبكي وتبل يعني رجلين يسوع بدموعها وتحط عطر وكانت تمسح رجلين المسيح بشعر رأسها فطبعا المضيف قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة فطبعا وجه المسيح كلامه للفريسي وقال يعني أتكلم عن مثل ولكن أظهر أنه القادر قال لهذه المرأة مغفورة يا ابنة مغفورة لك خطياك اذهبي بسلام النبي داود في المزمور قال 103 الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك فإذن المسيح برهن يعني أنه قادر أن يشفي المرض وقادر أن يغفر الخطايا وقادر أن يقيم المريض وقدر أن يبرهن على غفران الخطايا من خلال المعجزة لا أعلم في أي بيت حدث هذه المعجزة فحدثت زلازل كثيرة وفعلا كل البيوت انهدمت ولكن الاكتشافات وأثرات البيوت ما زالت تعبر عن وجود يسوع أنه كان في هذا المكان عن معجزات يسوع وعن تعليم يسوع الفائق وعن محبته التي أظهرها تجاه الناس في هذا المكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر